أهدى رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أستاذ صالحة بالعيد مكتبة رقمية إضافة إلى كتب توثق لمشورات ومنتقيات وأيام دراسية خاصة بمجلس الأعلى للغة العربية حيث أكد السيد صالحة بالعيد أن هذه المبادرة يسعى من خلالها المجلس إلى تعزيز الدور الذي يلعبه في إبراز أهم أعمال المجلس إضافة إلى تفعيل كل ما هو خاص باللغة العربية وهو ما ثمنته إدارة المركز الجامعي ميكروفون حمزة زروق نسبة للكتب التي أتينا بها هي مكتبة رقمية لكل أعمال المجلس الأعلى للغة العربية وما أنتجه من منشورات تخص الأيام دراسية ومتقيات التي عقدها فقدمناها هدية لاستفيد منها الطلبة في المركز الجامعي بغليزان كذلك جئنا لنستمع إليهم في بعض خصائص البحث العلمي ونعمل على ضوئها على تقديم أفكار نوعية تعملها لتحسين في ميدان البحث العلمي تكرم علينا بهذه المجموعة من المؤلفات على اللغة العربية وذلك تسوقا مع الحدث طبعا فنشكر له طبعا هذه الاجتفات